غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلماء بن عبدالعزيز السعود جدة بعد ظهر اليوم متوجها إلى خارج المملكة في إجازة خاصة وكان في وداعه الأمرا وأصحاب الفضيلة العلماء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة الأمير خالد بن الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والأمير محمد بن نائف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد نائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز كما غدر في معيته خادم الحرمين الشريفين عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين